بسم الله الرحمن الرحيم أنت تسأل وعمري خالد يجيب بنجاوب على أسئلتكم باستمرار بنجاوب من المعرفة الدينية اللي أنا أعرفها ما بنجاوبش على الفتاوى لأن أنا مش متخصص في الفتاوى لكن بنجاوب على أسئلة الحياة من خبرتي اللي تعلمتها في الدنيا ومن معلومات الدين اللي أنا أعرف أقولها السؤال النهاردة من كريمة من فرنسا يبدو أن هي من المغرب العربي وعيشة في فرنسا كريمة بعتها وبتسأل وبتقول أنا معمولي عمل ومتسلط علي الجن أنا الحقيقة عايز أقول حاجة في موضوع معمولي عمل للناس كتير وستات كتير بزداد بتتكلم فيه إحنا حطين الموضوع فيه أكبر من حرمه بكتير فيه جن طبعا فيه جن وربنا قال إن فيه جن في القرآن ممكن إن جن يتسلط وناس تستخدم الجن ربنا قال في القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة لكن لنا عايز أقوله إن إحنا بقينا رميين كل حياتنا على الجن أي واحدة مش عارفة تتجاوز أي واحد عنده مشكلة في الحياة قال لواحد حصل له مشكلة في شغله أي واحد عمل حد سبع ربيته أنا معمولي عمل ومعمولي جن إيش عرفك وليه بقى الحجم دوا وفين الإرادة في الحياة وفين قدرة ربنا اللي بيدير الكون إحنا نسينا حاجات كتيرة وكبرنا يعني الأحجام النسبية غيرناها حطينا حاجات في أحجام كبيرة أوي وصغرنا الحاجات الكبيرة وخلناها صغيرة أوي لا يمكن حتلاقي واحد ناجح في الدنيا وشغال في الدنيا ويقولك أنا معمولي عمل إنما دايما اللي بيقول أنا معمولي عمل هو اللي عنده مشاكل وما بيتجاوبش في حلولها حتى لو معمولك عمل الحل إيه؟ طب يعني تعالى افترض معاك إن معمولك عمل يا كريمة الحل إيه؟ الحل الاجتهاد والعرق في الدنيا والاستعانة بالله هو مين ملك الملك؟ يعني أنا عايزة السؤال هو العمل ده كبير على ربنا؟ هو الجن أقوى من قدرة ربنا؟ إيه اللي خبطة دي؟ ولذلك أنا أحكي لكم على حياتي الشخصية بتجيلي ساعات في افترات في حياتي يجيلي خمس ست مصايب وراء بعض في أسبوع واحد ما بقولش معمولي عمل ما بقولش معمولي جن إنما بقول إيه؟ رغم إن أنا مصدق في الحسد وهو في القرآن رغم إن أنا مصدق في كل الحاجات دي إنما بشتغل علي في إدية ما تشتغلش علي مش في إديك طب إيه اللي في إدية؟ الدعاء إلى الله وإيه اللي في إدية؟ العرق والجهد في الحياة وتغيير الواقع بالمجهود احفظوا مني لقاء الكلمة دي كلمة حلوة قوي اكتبوها عندكم يضيق عليك القدر ربنا يضيق عليك القدر يضيق عليك القدر ليدفعك الله دفعا إلى قدر أوسع منه والله الجملة دي أنا اللي بقولها دي حكمة يا جماعة يضيق عليك القدر تفضل الدنيا الديئة عليك ليه بتقول إن ما عمولك عمل؟ يضيق عليك القدر ليدفعك الله دفعا لقدر جديد أوسع لك إيش عرفك؟ ما يمكن ربنا أنا ضاقت علي الدنيا فترة من الفترة ضاقت 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 علشان أبواب الرزق اللي أنا شغل منها كلها تقفلت علشان أشغل دماغي عشان ربنا فتح لي باب رزق في حتة تانية والله يطلع أوسع لي من اللي أنا كنت طبعية عليه إن أنا فقدته ضاقت علي الدنيا ضاقت 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 علشان أروح أحضر الدكتوراه والدكتوراه دي هي اللي فتحت لي أفاق عقلية جديدة عملت الدكتوراه في التعايش آه عايز تقول إيه عايز أقول يا جماعة فكروا بطريقة تانية غير إنك تحط إيدك على خدك وتعايت وتقول معمول يا عمل أرجوكوا بطلوا الطريقة دي الطريقة دي مش إيجابية في النظر للحياة حتى لو صحيح الحل إيه خلينا عمليين الحل إيه أدور على الشيخ يفك العمل أو أدور على الشيخ يطلع الجن اوعى تروح في السكة دي شوف أنا كنت سنة الظهر طلعت إزاي اوعى تروحوا يا بنات وياستات في السكة دي السكة دي مش كويسة والسكة دي ما بتجيبش نتائج والكلام ده كلام مش علمي وكلام دينيا بيودي في مشاكل لإني دول مش متخصصين مال أعمل إيه قعد فكر واستشير إزاي أفتح أبواب جديدة للحياة أنا ما بتجوز إزاي أعمل عمل خيري أو أنتك في الدنيا علشان أعوض الطاقة النفسية إن أنا عايزة بأمرأة سعيدة فأشوف طريق تاني لغاية ما ربنا يبعث لي الزوج المناسب وأدعي يا رب رزقني الزوج الصالح الدنيا بتشتغل كده الحياة كده الغرب تفوق عننا ومحدش فيهم قال معمولي عمل إنما كل واحد فيهم قال اعرأ فما بالك إحنا بنقول اعرأ وكمان بتستعين بالله خلي عندك ثقة في الله مالك الملك الذي يغير ما يشاء ولا يقدر عليه شيء ولا فاعل في الكون إلا الله وهو ده معنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله توكلوا على الله اشتغلوا انجزوا ويدعوا وسبكوا من أنتم تركزوا على اللي مش في إيديكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله